تصل الطاقة التصميمية لمحطة تنقية مياه الشرب من مدينة بني سويف الجديدة إلى 104 ألاف متر مكعب يومياً ويأتي ذلك بعد تطوير المحطة وتحديث المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد المرشحات للمحافظة على المياه بأعلى كفاءة وأفضل جودة عبر المشروعات التنموية في جميع ربوع مصر تسعى الدولة لتحقيق جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين صعيد مصر لم يغب عن بصلة المشروعات التنموية حيث أكدت القيادة السياسية أن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة في محافظة بنسويف تم تطوير محطة تنقية مياه الشرب بمدينة بنسويف الجديدة ورفع طاقتها التصميمية لتبلغ 104 ألاف متر مكعب يومياً وذلك بعد تطويرها وتحديث المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد المرشحات للمحافظة على المياه بأعلى كفاءة وأفضل جودة وفقاً للمعايير العالمية في محطة تنقية مياه الشرب بمدينة بنسويف الجديدة ودي المحطة تم إنشاءها تبقى لتوجهات القيادة السياسية لتلبيت احتياجات البواطنين من المياه النقية هذه المحطة حصلت على ثلاث شهادات عيزو في أغسطس الماضي وهي شهادة السلامة والصحة المهنية 45 ألف وواحد شهادة نظام الجودة 9 ألف وواحد شهادة نظام الإدارة البيئية 14 ألف وواحد كمان المحطة هنا فيها معمل لقياس درجة المياه على أعلى النظم المحطة هنا بتنتج الطاقة كلية تعايتها 104 ألف متر مكعب يوم المحطة تقوم بتنقية المياه الواردة من مأخذ المياه من نهر النيل وإجراء كافة التحليل لها وإضافة الجرعات المثالية من الشبأ والكلور كما تم رفع كفاءة مكوناتها من معامل ونظم إدارة صحية وبيئية المحطة هنا بتخدم بنيلة بنسويف الجديدة بالإضافة إلى المناطق الصناعية الموجودة عندنا هنا وحاليا حصل عليها تطوير للمحطة وبعض المرافق رئاسية في المدينة هنا بتكلفت حوالي 300 مليون جنيه المحطة بتوفر المياه لجميع الساكنين هنا وبكمية اللي نحتاجها كلها المدينة يعني احنا المدينة حاليا بتستالك 55 ألف متر مكعب في اليوم واحنا بننتج 104 ألف متر مكعب في اليوم تطوير مشروعات مياه الشرب أحد أهم الروافد التنمية ودعم جودة الحياة لملايين المواطنين والحفاظ على صحتهم كما أنها عامل أساسي لتحقيق تنمية عمرانية حديثة وأيضا دعم المشروعات الصناعية في كل ربوع البلاد ترجمة نانسي قنقر